في ظل أزمة الطاقة أمر آخر أنه يضغط عليها بملف حقوق الإنسان بعد ذلك يبدو يشيطنوا فيها يشيطنوا فيها حتى توصل يقول لك لا هذه البلد راهي مصدر الهجرة غير الشرعية هذه البلد راهي كانت فيها إرهاب هذه البلد ممكن يجو مهاجرين جزائريين يهربوا وبعد ذلك يظهروا فجأة يقول لك راهي عملية إرهابية دالها واحد جزائر وكذا وكذا إذن الجزائر مصدر الهجرة غير الشرعية أنها تهدد الأمن الأوروبي وأنه مثل هذه الأمور وبعد ذلك يقول لك يجب أن نوقف حد إلى هذا النظام وما إلى ذلك قد يصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الجزائر أنا ما أنقول غدا هذا ولا بعد غدا ولا كل شيء ولكن تأكدوا عندما يبدأ التنظير الفكري إلى شيء من هذا القبيل فأعلموا يقينا أنه سيتحول إلى فكرة بين الجماهير وأن هناك من سيستغلها ويترشح بيها ويصل إلى الحكم لأنها دول ديمقراطية أي واحد يحمل رأي ويحمل مشروع غدوة قد يكون رئيس حكومة في إسبانيا قد يكون رئيس جمهورية في فرنسا وكذا هذه هي الدول مش لازم أنه يرضى عليها العسكر لازم له يتربى في أحضار عسكر يكبروه 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 يدوه يحطوه في الرئاسة وباسم الانتخابات كما الجزائر لا أي واحد يحمل مشروع قد يصل إلى حكم تمنينا الجزائر كما هكذا إنه ستتنافس بالمشاريع المشاريع توصل للحكم تحقق المشروع هذا أهلا وسهلا الشعب رح يزيد يجدد لك ما تحققش المشروع الشعبي يعود يروح لو أعطيه واحد أخر والمنافسة كلها من أجل مصالح الدولة الجزائر المهم أنا في نظري أن هذا التنظير راه سيصل إلى خطر كبير وستستهدف المنطقة المغاربية برمتها لأن استهداف الجزائر لن يكون مباشر للجزائر بل يبدو استهداف محيطة ورانا شفناها ليبيا تخلطت لها أوراقها تونس راه تتمخم منطقة الساحل والصحراء راه ملتهبة موريطانيا ومن ثم قضية الصحر الغربية وزيد المغرب راه تشتعل على طبق ساخر وهناك من يصب الزيت على النار ما الذي بقي الجزائر؟ أزمات مع إسبانيا أزمات مع دول أوروبية وما إلى ذلك أزمات مع دول عربية الجزائر راه في مأزق كبير وراه يتجه إلى عزلها والنظام للأسف بعنطرياته الفارغة يساعد عملية عزل الجزائر التي ستكون لبنة أساسية في إطار مخطط لاستهداف الدولة الجزائرية الذي قد يتوج يوما ما بغزو أو شيء من هذا القبيل وأنا عندما أقول هذا الكلام لا أخرف كما يتوهم البعض والأيام بيننا سجان الجزائر مقبلة على أنها ستكون معزولة بعد ذلك تصنف في محور الشر بعد ذلك سيبدأ الحديث عن مخاطرها على الأمن الأوروبي وبعد ذلك تأتي مرحلة الإجراء للضغط على النظام وبعد ذلك نصل إلى اليوم أن الطاقة مقابل الغذاء أو شيء من هذا القبيل لا قدر الله والنظام ما زال مسر على هذا الطريق والسبب في هذه المشكلة كلها هي أزمة العلاقات المغاربية لو كانت الدول المغاربية كجسد واحد ما وصلنا إلى هذا الحال أوروبا ستحسب لها ألف حساب ويعني مستحيل تتجاوز الحدود المعينة التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي للدول المغاربية لكن الدول المغاربية وأهم دولتين هي الجزائر والمغرب راهي في أزمة كبيرة وهناك ملف الصحراء الذي يجب أن يحل حسابات السبعينات والثمانينات لم تعد نافع الآن الحسابات الاستراتيجية التي يفكر فيها بومدين أنا ذاك وفكر فيها القذافي وفكر فيها الحسن الثاني في إطار الصراع الموجود في المنطقة صارت تلك الحسابات هي الوبان على الجميع لذلك يجب مراجعة هذا المشهد الآن يجب مراجعة هذا الموقف الآن يجب حل هذه القضية الصحراوية فلن تستفيد المنطقة من دولة سادسة ولا الصحراوي يستفيد عندما تروح لإحماد الصحراء هذهك ودير له دولة لن يستفيد شيئاً ولن يستفيد المغرب إذا حسم هذه القضية بالقوة العسكرية ودخل في صراعات ما تتكون المنفع للجميع عندما تحل بين أشقاء وفق مقاربة من دون خسارة لأي طرف ومن دون ضرر لأي طرف وبما يحفظ المغرب ويحفظ الجزائر ويحفظ المنطقة كلها ويحفظ أيضاً حقوق هؤلاء الناس اللي غرارهم قريب نصف قرر وهم يدفعون الثمن في الصحراء يعني يجب أجد مقاربة يجب أجد مقاربة تكون وسط ووفق وترضي الجميع مش ترضيك يجب أن تكون كما تريد أنت يجب أنها تكون وفق ما يخدم الصالح العام وأعتقد بأنه لو يجلس بصدق أنا رحمن قلكم ماذا ستفعلون ولكن والله لو تجلس الجزائر والمغرب بصدق وأخوة والله الحل لن يتجاوز لحظة شرب قهوة بين الملك والرئيس أذكروا كلامي ترجمة نانسي قنقر